موسيقى أنت تعتبر علاقات الحب كإحتمالات ثانوية تافهة مهمة أساسية ومهمة إلى حد ما هو أساسي بس كمانا يعني مش إنه الواحد ما فيه يعيش بلايه كعلاقات حب أكيد بحاجة الواحد يحبها ولا يحب أيضا بس فضح مع مهمة بعتبر أنه شي مهم لأنه لازم يكون في حدا بحبه وهو بحب شخص أنه بيرتح له لأ الحب مهم عليك الحب شبت ذاك يعني مهمني جوابك أبدا وهو هلأ إجا الحجيس يجب عليك يجب أوكي مش رحقول ثانوية لواحد بسيري يقول لأ بسيري قاع أنه أنت م عندك إحساس وانت ما بعرف شو فهي مهمة بس مش أساسية أنا برأيي الحب كتير أساسي الجواب أساسية مهمة 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 أساسية أحسنت أفرق لا مهمة كمان مهمة وأساسية كمان في ذات الوقت يعني أنا بليقي إنو هيدا مهمة أكيد أولا relationship to a personal level بس بعدين إنو لتكوني مع حداً كل حياتي وهيك وستطل down بقول إنو لا إنو شو لا؟ A person can live alone تطوير تطوير من دعاً نعم تحسنت من ح diagonal نعم تحسنت من دعاً إنهordinating أن أحدث تكون جداً تطوير تحسنت من دعاً نعم لا يُحقاً دعاً عن سطح قلية وبدأنا نعم لا نعم لا تسأل لا يُحبب أمهم أنا أعطي تتريب منك لا يُحبب أمهم إلي أنها أمهم ومنهم أن يدعوا في تحسنت بإعطاءنا نعم إما إنوان إنها س Angels is about how to relate with things. So I could relate for example with a book. I think that's trivial to have those sorts of opinions, meaningful relations it is really trivial وليس أخذ أيضاً مختلفة أخرى كما قلت بكاتبات أو مختلفة أيضاً ومشاركات مع ما أيضاً من الله، من الناس، من الناس كل إنسان بنهاية بحاجة لحب حياته وهيدا شي طبيعي مع كل إنسان يصير وإن شاء الله الكل بحب يرب الوفاء في العلاقات الزوجية هو أساس ذلك هو الشرط الأكبر شيء يمكن الالتفاف حوله بسهولة قديم ومتجاوز كان ذلك في زمن والدينا حسب الأحوال كل حال تخطع للنقاش لا، إذا بعلاقة زوجية أكيد أساسي يعني ما بتصور فيه نقاش هذا الموضوع أنا بشوفه الوفاء أساسي وذلك هو الشرط الأكبر أهم لشيء الوفاء أنا كمان لا، إنه الوفاء هو الشيء أساسي وهو شيء مهم إنه أكيد يعني الوفاء شيء جداً مهم وعمود أساسي من أعمدة العلاقات الزوجية بس ما فيك تقول عنه قديم وما فيك تقول عنه هو الشيء الأساسي وما حتتطلع على شيء غيره يعني إنه دور كتير كبير بس حسب الأحوال أساسي يعني يا يقول أمن الأول يقول لا أمن الأول أنا أساسي أساسي أنا أساسي أكيد أساسي أنا كمان كل الإحتمالات موجودة بس ما في زواج من دون وفاء الوفاء شيء كتير أساسي للعلاقة الزوجية ويلي عم يخضع شريكو بالأول عم بيخضع نفسه عم بيكون وفاء عم بيكون قليل الوفاء مع نفسه لأنه هو بيعيش بصراع سراحة لا أنا يزعجني تارك اليوم شخص المتزوج ومتصالح مع نفسه إذا لقى شيء إنهم إذا لقى مرة حلوة طبيعي يعبر عن إعجابه أكيد بحضوده معيني يعني أفضل أنا بالنسبة لي يعبر عن إعجابه بحضود مقبولة أحسن من إنه ما يعبر عن إعجابه ويروح على وسائل تاني لأنه بالنتيجة الحلو حلو أنا ما ما بيزعجني هاشي إذا في خلص متفقين وفي سقة ما في مشكلة أول بصير هذا مثل محط كلامي يعني بلا يزعجني أكيد يعني بحس بحط حالي محل الشخص التاني اللي بعلاقه الزوجية وأكيد ما بقبل يعني إذا أنا ما بقبل يعني إذا أنا ما بقبله حالي أكيد ما بقبله على غيره يعني هو هيدا الشخص إن كان رجال وعنده مرأ فبحط حالي محل مرته إنه إذا عم بيغازل واحدة تانية إنه الآن زغزلت لأ أختيك في حلوة، رأيته وضع لا، أنا أختي أكيد ما بزعر لما صاحبتك لا أصحابه أكيد ما لحزعر ما بدي الغازة أمي ما صاحبتك لا، بيزعجني بيزعجني خصوصاً زمن المطفئين من الأساس على هذا الموضوع أنه فيهم يظهروا مع غير أشخاص تباوزني لأنه أيضاً، الوصولات كثيراً مهمة بس الثقة بالوصولات هو أهم شيء فلا يجب أن يخسر هذا الثقة لأنه كثير صعب يرجع يرده هل سبق لك أن عشت عدت علاقات حب في نفس الوقت؟ نعم كم واحدة أنت؟ ياه، مع بعضون؟ بلن نعم، ولا لا، كم واحدة مع بعض أنت شواء لش الأد تبين؟ لأنه كلنا لا، أنه ليس علاقة حب بعلاقة الحب كان في شتة إذا بدك طب ما هي يعني إنه سنتيز غير نعم إنكاية زيوبة نعم، كم واحدة نعم نحن علاقة واحدة ومش مستدرين نخلص لا، أكيد لأنه هذا شي ما بيصير اسمه علاقة حب علاقة حب هي بتصير مع شخص واحد وما بتصير له أكتر من شخص واحد بنفس الوقت لا، بس إنه علاقة حب إيه؟ أنا كنتم غير مبكيتي قرب مع بعض أنت مصغير نعم، من شي خمس سنين خلص ما ورجعت مع أحدا، ما رجعت تعليقت بي حضا هل يمكنك أن تكون سعيداً دون حب نعم أو لا؟ يعني أنا علاقة مدامتي هلأ هي كانت علاقة حب تكللت بالزواج فلا يمكن أنا أتصور ذلك هلأ ممكن بحالات تانية فيه ناس عم يتزوجوا بدون حب بعدين بيقولوا إنه الحب بيجي مع الوقت وبظن هيدا الشي مظبوط يعني مش كل العالم بيعيشوا قصة حب عشر سنين تا يتزوجوا ممكن حدا يتعرف عليها يليام ناس بيتزوج وبعدين بتبلش الحب مع الوقت ما بتصور ممكن تكون حياة زوجية بدون حب مع أنه مع الوقت بيصير تعود أوقات بواحد عالتعود بيخلق الحب بس أنا بفضل يكون في حب إنه قبل الزواج عيشت ذلك بسر ممكن معادي في الواحد لا يمكن أنا تصور ذلك جحيم يعني عنجاد عنجاد مثل عميحل حياته حرق مطمورة بطاطا لا بطاطا بتاكلها بتجاه فدك ممكن حتى لو أنا ما بحبها ممكن أنا كمانا بعض الوقت يمكن بحدي هلا أساسي بس إنه يمكن بعدين خف الحب أو بطل في حب بدون يعرفوا كيف يكونوا مع بعض الحياة الزوجية كمان فيها تكون كتير أوقات مثل إنه إنه يمكن أن يكون في حياة الزوجية بدون حب إنه ما بتصور هيدا الشيء الحب ضروري إلا الواحد فيه يكمل يعني إيه بس صعب كتير يعني إنه صعب كتير اما تضع Louv your life لا صعب passion white fade away best love and respect ها تسيل هي رسفكت بس ما تعرف love ما بقى في اللقاء مابق كلمة تشوفي بجو لاتبالتبال كلمان ما بتسينو ما ابقى إكونو بتسين أكثر دو أفقد انه 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 مع أشخاص يمكنني أن أخبر هذا الحب على صفير بطني تزقزق أو شيء هالإخبار بس هي الحب المعاملة للاحترام والالتزام والسعادة كل الحب المضبوط أنا بالنسبة لأي لي لا يمكن أن أتصور على ذلك أعتقد أنه ممكن أعتقد أن كل شيء ممكن أظن أن التطبيقات كالتندر وغيرها جداً مزعجة نعم أو لا ما عندي فكرة عنها يعني التندر اللي بتعرف على البنات نعم هذا اللي بتعرف تعمل لك أنا هذا الشيء كتير بيزعجني صراحة التندر إيه لك هلا بحث كل أنه فيسبوك وهدول كلهم كتير بيصير فيه هوك أبس وبيتعرفوا هيدا بس بحث تندر معمول بس لهذا الشيء إيه تندر لأنه نحنا اخترنا أنه يكون لهيدا الشيء ممكن بغير محلات أو يمكن حدا بيكون نيدته مش أنه يتعرف على حدا كريمالتا يعمل شيء مع حدا كتير تعرفت على رفقه ورفقه رفقه إيه تكن بي ذات بس أنه الانتنشن ستبول عنا كل شي فيك تستعمله منيح ومش منيح إيه مية مية إكزاكلي الجواب نعم لأنه تطبيقات تسعة وتسعين بدنية من الوقت مش عم بيكون إلعازة غير الجنس وال والماديات والغريبة يعني ما فيها شيء ثقافي ولا حتى صداقة لا صراحة كثير مسالة تده على المبدأ نعم بس في اشياء له أنا بحثت لاى واحد ضيع وقته بس مش أكتر بس ما دوا الواحد ينشر حياته عد سوشال ميدا أنا زعجتني يعني أنا جربت saying application نزلتها التعرفت علىشخاص بلا طعامي بس ممكن تكونين تعرفت على حدا very good بطعمي متشكرة بتندر ترقت شو؟ مهي هيك وهيك اللي ما بيلاقي بيلاقيها مزعجي واللي بيتعرف وبيمبسط بيلاقيها كتير ميحة لا منا مزعجي فيه ناس يعني صراحة أنا بعرف صديق اللي كمان يعني تعرف على شركة حياته عبر طبيق مثل تندر جدا مزعجة أنا هول قصة ما بيزعجوني عبدا يعني وين الغلط إذا التكنولوجي مهم والديتينج مهم وكله ليك الاساس مهمة إذا أنا تعرفت على بنت أونلاين أو تعرفت على بنت أفلاين شو فرعيك؟ إذا أنا وهالشخص رح نتفل ما بتفرق من وين